اشتركوا في القناة في انترو كل حلقة والموضوع مش ان احنا حابين مثلا ان احنا نقلق حضراتكم ولا الموضوع ان احنا واخدين اوامر مثلا ان احنا نقول الموضوع ده لكن الموضوع فعلا خطر يعني الموضوع على قد ما هو بسيط ولو حل على قد ما هو ممكن يتفاقم ويبقى خطر احنا يمكن في هذه الفترة ملاحظين البلد كلها بتالي التفضى في المؤسسات التعليمية كلها متوقفة ان نوادي بتالي التأفل في بعض المطاعم بتالي التأفل في بعض دقاعات الجيم والاندير يا دي بتالي التأفل الشيشة النهاردة ما عديتش موجودة في الكثير جدا من المحافظات اجراءات مهمة جدا طيب دي الاجراءات اللي بتقوم بها الدولة عشان تحمي حضرتك ولكن ما هو دورك الحقيقي في هذه الازمة وهل هي ازمة ولا لا طب موضوع فيروس كورونا ده بتكلمون عنه وتقول ان هو موضوع بسيط وفيروس بسيط واللي يعني نسب الشفاء منه نسب مرتفعة جدا امال انتوا يعني ليه الاجراءات المشددة دي طبعا بخش بقى في نظرات المؤامرات الكونية ومين اللي عامل الفيروس ومين اللي صنعه ومين بيهدد مين ومين له مصلحة يعني كلام مش علمي كلام مش دقيق كلام ما يتقالش يعني انا بسميه سفسطة يعني انه هو تقعد تتكلم في حاجة انت مش فاهم فيها اصلا الفيروس على قد ما هو بسيط وعلى قد ما علاجه بسيط وكل حاجة لكن احنا عندنا ازمة حقيقية ان هذا الفيروس لما بيسيجه واحد وتظهر عليه الاعراض الفرض ده بيبقى محتاج لعناية خاصة في مستشفى خاصة او محتاج متابعة خاصة في مستشفى معزولة بيبقى له شوية ادوية كده يعني طول ما الاعداد صغيرة بنقدر نسيطر عليها والدولة المصرية يمكن في تصرحات المجلس الوزران بارح والمتحدث لازم باسم المجلس الوزر كان بيقول نحن متوقعون يعني نحن مستعدون لكل السيناريوهات التي قد لا يظنها البعض يعني اسوأ مما تظنون احنا جهزين هم عاملين حسابهم لكل حاجة ولكن هم عملوا يعني عملوا اللي عليهم قفلوا التعليم مش عارف حال لقلوا بتاع قللوا ساعات العمل عملنا خطة لتخفيف العمالة ان الناس هم متبقاش موجودة اللي بيقدر اشتغل مع انترنت يفضل في البيت لكن لما نعمل كل ده ونلاقي يعني هذه الاجراءات عشان حضرتك مثلا تاخد ولادك وتروح تنزل تتفسح ولا عشان تاخد ولادك وعشان تروح مثلا انهايبرز تشتروا حاجات ولا هي بالنسبة لكم اجازة لا احنا هنا بقى بنرتكب الخطأ احنا هنا بقى بنعمل مشكلة كبيرة احنا قدام تحدي في 15 يوم ان احنا نعرف العدد الحقيقي للمصابين في مصر يعني لما النهاردة الدولة بتقفل المجال الجواب بتاعها وبتمنع حد ان هو يدخل او يخرج الدولة هنا يعني اخرت كل الاجراءات دي عشان نستقعد في البيوت عشان نقل الانتشار المرض ولما يظهر المرض على حد نقدر نوفر له مكان عشان نخلص على الموضوع كله في 14 يوم يعني احنا قدامنا 14 يوم او 15 يوم تحدي يئم هذا المرض ينتشر او ينحصر واحنا شفنا تجربة الصين تجربة نكحة جدا وقدرت فيها انها تتغلب على فيروس كورونا بشكل مذهل الناس دي فكرت اخدت الاسلوب العلمي في الحل الازمة ونفزته الشعب الصيني كان على قد مسؤولية الشعب الايطالي النهاردة بنشوفه موجود في بيوتو وبيحتفل بقى وبيرفعوا الاعلام وبيعملوا بيشغلوا اغالي في البلاكونات يعني في مشهد يعني بنقول ايه كده بيحاولوا يتغلبوا على الموقف بالفكاهة احنا في مصر عددنا كبير ولا يخف على احد ان احنا يعني بلد المجتمع فيها قريب من بعضه يعني ممكن فيه بيوت في مصر لو تطلع ايدك من البلاكونات تسلم على جارك في البلاكونات اللي جنبك فيه شوارع شعبية كده فيه مناطق الشعبية كده احنا قريبين او من بعض بنركب المترو المترو زحمة بنركب الاوتوبيس الاوتوبيس زحمة حتى لما بنروح شغلنا احيانا بنكب اصنصير في 16 و 17 و 18 يعني زميل من زميلنا بعض الاعمال والاشغال يعني الناس موجودة فيها فعلا يعني مثلا الناس زينا احنا شغالين في الاعلام الناس شغالين في وزارة الداخلية وزارة الزراعة اللي فيها مناديب بينزلوا على مستوى الجمهورية يغطوا الجمهورية كلهم ويطلعوا يعني فيه هيئات ومؤسسات كبيرة فيها ناس بتخش يعني تتحرك بين المحافظات احنا مثلا لو كلمنا عن حاجة مبنى زي ما سبيرو ده المرسلين اللي فيه اللي بينزلوا كل المحافظات المزيعين اللي بينزلوا يصوروا خارجي قناة مصر الزراعية بننزل نروح كل المحافظات ونروح ونرجع غصبا عننا مكملين ايمين بدورنا بنعرض نفسنا للمخاطرة زينا زي الداخلية زي قوات المسلح زي ناس كتير قوي موجودة طيب نفهم من كده ان احنا الاكثر عرضة ان احنا ننقل هذه الامرات بين المحافظات يعني او اللي زينا او الناس اللي بتحرك على مستوى الجمهورية اذا الناس اللي زينا دول او الناس اللي هما مضطرين يروحوا شغلهم او الناس اللي لازم يروحوا شغلهم ارجوكم خلوا بالكم على نفسكم جدا فيروس كورونا خطرته الحقيقية مش في قوة الفيروس على قد ما هي قوة وسرعة انتشاره يعني دي معلومة لازم تبقى عند حضراتكم المشكلة في انتشار طيب واحد هيسألني طب يعني بما ان يعني كده فيروس كورونا ده فيروس خطير كده وبينتشر بسرعة اذا الهو ممكن يبقى فيه فيروس كورونا يعني وانا واقف مع حد كده ممكن اصاب بالكورونا لا هذا الكلام غير سليم وغير علمي فيروس كورونا يعني فيروس لازم يعيش في الوسط بتاعه يا اما في السلايفا يعني عفوا اللعاب السلايفا يعني اللعاب اللي بينطلق من بقك يمكن وانت بتتكلم يمكن حضراتكم لو وقفين مكان دلوقتي قدامكم كشاف جامل كده لو بتتكلمه حتلاقوا ان مع الكلام بتطلع نقط من الرزاز ده طيب ايه المطلوب من حضرتك المطلوب منك انك دايما وانت بتكلم حد وانتو حتبتلو تتكلمه لان ممكن تعدي من جنبه وتبقى قريب قوي وتعمل له كده هو يعمل له كده تسلمه على بعض بالاشارة مفيش مشكلة اذا اذا حتبتلو تتكلمه حاولوا بقى تبعدوا المسافة بينكم لان الكلام نفسه بيطلع فيه رزاز انت ما بتبقاش شايفه في الاماكن المضيئة انما لو وقفت في مكان ضلمة او فيه اضاءة قوية في وشك هتلاقي انك وانت بتتكلم عمال تطلع رزاز بشكل مستمر طول ما انت بتتكلم محاضراتكم مش متصورين لو انتو قدامكم كشاف قوي زي اللي انا وقف قدامه دلوقتي وعطست وعطسة الموضوع اشبه بالزبط زي محاضراتك بتجيب عارفين البخاخة بتاعت الميا اللي بنكوي بيها دي لو ضربت ضربة كده شفت الرزاز ده بينتشر ازاي كده نفس المشهد بالزبط اذا نحاول على قد ما نقدر واحنا بنتواصل او بنتكلم مع حد نبقى بعيد عن بعض يمكن احنا في مصر الزراعية يعني اسرة واحدة وكلنا متعودين طول عمرنا بقالنا سنين مع بعض اخوات وحبايب ولازم نشوف بعض ونحضم بعض ونبوص بعض انا كنت يعني سعيد جدا بالوعي اللي عند زملاء النهاردة في خلالات مصر الزراعية ومحضنهمش ولا بوصهم وإحنا كلنا من بعد كورونا كورونا بنتحك بنهذر السلام من بعيد في ناس كتير ما سلمتش بالايد وانا سعيد بدا وفي ناس سلمت بالايد ما فيش مشكلة يعني بقى عندنا هذه الثقافة واخديني الموضوع بكوميديا يعني حاولوا تاخدوا المواضيع بايه تغلبوا دايما بالسخرية على الأزمات ولكن ده مش معناه ان احنا يعني ايه نفرط ما نفرطش لان لا تفريط يعني ولا ان احنا نعقدها ولا ان احنا نفرط فيها خالص الموضوع بسيط خالص هناخد بالنا مش هات حاجات دائما وابدا اصابة كورونا لازم حجيلك عن طريق يا ام بؤك يا ام منخيرك يا ام عنيك هنقول الكلام ده يمكن انه قلته قبل كده او لسه بكرره واحد حيقول لي طب ازاي حيدخل عن طريق عيني هقول له جرب حضرتك تحط أطرة في عينك هتلاقي المرارة بتاعة الأطرة وقفت في حلقك وده معناه ان في القنوات الضمعية متصلة بشكل او باخر بالحل يعني هي قادرة انها توصل الاصابة للحل وبالتالي قادرة قوي انها تدخل في القصب الهوائية وتعمل لنا المشكلة طيب ازاي الرزاز هيدخل في بؤ يعني تخيل حضرتك واحد بيتكلم قدامك وانت المسافة بينك وبينه 50 سنتيو بيتكلم ورزاز ده بيطلع من بؤ وحضرتك فتح بؤ مثلا ممبقر بتقول له يا سلام داخل الفيروس فلان عطس او اتكلم على سطح مكتب ولمس المكتب وحطه وهو بيفكر كده عمل كده دخل ايده في بؤ في مناخيره فرق عينيه هي دي طرق نقل العدو طب في طرق تانية لا يا فندم ما فيش اي حاجة يعني نفهم من كده ان اللي مش هيفرق في عينيه ولا هيحط ايده في مناخيره ولا في بؤ وعمره ما هيجيله لا يا فندم عمره ما هيجيله طب هل فيروس كورونا بينتقل يما في الرزاز اللي طالع من المخاط او الانف او اللعاب اللي طالع من بؤ حضرتك ده بس اللي بين الفيروس غير كده اتطمن كل اللي عليكم لو سمحتم الزموا منازلكم الموضوع ده ما فيهوش هزار لو سمحتم ابعدوا عن التجمعات نهائيا لحد ما نعرف مين اتصاب لازم نقعد في البيوت عشان نعرف مين اتصاب مين اللي حامل للفيروس النهاردة وهتظهر عليه الاعراض بكرة مين اللي ممكن ينقل لميت واحد الفيروس وهو مش باين عليه اعراض لو سمحتم الزموا منازلكم الدولة المصرية قدمت كل السبل وقفت المدارس وقفت السياحة وقفت الطيران وخففت العمالة خلت البنك المركزي يخليك تسحب من اي مكانة تحت بيتك من غير عمولة لمدة ست شهور اجراءات كتير جدا قامت بها الدولة المصرية وحتدفع تمانها مليارات جنيهات حضرتك فما تبقاش الدولة عملت كل اللي عليها وانت واخد الفترات ديت فترة نزهة واجازة واخد في ولادك تتفسح بيهم وتنقل لهم المرض ده وباء عالمي انا مش بقول كلام من عندي انا بقول كلام علمي من منظمة الصحة العالمية خلاص قالت ان كورونا جائحة وباء وباء من فيروس بسيط هو ربنا له حكمة كده انك دايما تفضل ضعيف ودايما تفضل محتاجه خلاص نعمل في ايه ناخد فيه بالاسباب اعقلها وتوكل الرسول على السلام قال كده ورسول على السلام قال ايه كمان اذا كان فيه بلد فيها طعون فلا تدخلوها وان دخلتموها فلا تخرجوا منها انا طبعا مش بقول نص الحديث لان انا مش حافظه لكن هو حديث صحيح ومفهوم ويمكن فيه واحد من ضمن صحابة الرسول ومن قيادات المسلمين يمكن كان في حرب في ارض فيها طعون وسيدنا عمر راح عشان يطلعوا يعني قال لهم بعتولي قائد الجيش الاسلامي طلعوها هو خايف عليه من الموت رفض رفض ان هو يخالف امر رسول الله اذا كان فيه ارض فيها طعون اذا كنتوا فيها ما تطلعوش واذا كنتوا برا ما تدخلوش الموضوع ما فيهوش هزار ما فيهوش مشاعر خالص في حياة ناس انت مسؤول عن حياتك وعن حياة اسرتك احنا حذرنا واتكلمنا بمنتهى الجد الدولة المصرية اخرت كل الاجراءات وعليك ان انت تكون مسؤول وراعي ومسؤول عن رعيتك زي ما ربنا قمرنا وكمان تكون بتحمي نفسك بلاش السلام بلاش البوس بلاش الشيشة بلاش النزول اللي مالوش لازمة بلاش تنزل تتمشى يا فندم بلاش تروح مطعم زحمة يا فندم بلاش تروح حديقة ولا نادي اعود في البيت خمستاشر يوم لو سمحت انا يمكن طولت عليكم لكن ده دوري ودي امانة ربنا هسيبنا عليها وبعيدا عن كورونا وبعيدا عن كل الكلام ده نهدى كده وناخد نفس عميق جدا 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 عشان انا حتنقل معكم لمنطقة تانية خالص في الدنيا منطقة تانية خالص في الحياة كلكم فاكرين مين اللي كان بيعلمنا الحساب ويقول لنا واحد ومعانا الخامسة كلنا فاكرين مين اللي كان بيدعيله في كل صلة كلنا فاكرين مين اللي كان بيبقى تعبان ولما تسألها كده تقول لها نعم لا يت تقول لك لا فيش حاجة كلنا فاكرين اللي اتجاوزوا مننا يعني كلمة ربنا يا سعدك يا ابني كلنا فاكرين وإحنا صغيرين الشهادة بتاعت المدرسة لو كنا نجيب درجات حلوة كده أول واحدة تجري عليها مين عرفتوا أكيد بتكلم عن مين أيام قليلة بتفصلنا عن عيد الأم ذلك الكيان اللي أنا في يعنيها جوايا باعتبره أحد معجزات ربنا في الأرض ربنا سبحانه وتعالى حط جزء من 99 جزء من رحمته في قلب الأم الأم اللي مكانها الجنة الأم اللي ممكن تتعب من غير ما تحس بالتعب فأرجوكم تذكروا وارحموا أمهاتكم اللي فقد أمه يدعي لها بالرحمة واللي أمه موجودة يجري يبوس على رأسها ويبوس على أديها واللي أمه تقيلة على قلبه وشايف إنها بقدمها تقيل بقى هقول لكم إيه؟ هكلمكم بشعور واحد فقد أمه روح إشبع من أمك إشبع منها بكرة هتعرف لما تفقدها إنها فقدت شيء غالي جداً فجأة هتحس إن بركة دعاها اختفت من حياتك فجأة هتحس إن أنت كان عندك حماية وراحت في حصن رباني من الدعاء محصنك كان كفاية دعوة تقول لك ربنا يسهل عليك كفاية دعوة واحدة بس منها وتلاقي مشكلتك تحلت في يوم الأيام مش هتلاقي حد تقول له ادعيلي ودعوته حتبقى مستجابة كده ممكن قلب الأم ده يعني أنا بتحاول أتمالك نفسي وأتمالك دموعي لما بتكلم عن الأم ولكن الأم دي حاجة غالية قوي يعني مش هتعرفوها مش هتعرفوا قيمتها يمكنك ولدنا والصغيرين لما بنجي نتكلم معهم بكرة بكرة أنا موت وإنت تعرف كنا كانت أمنا وبتقول لنا الكلام ده والأمهات وإحنا عادي هاتي هاتي موت يعني يا عالم مين اللي حيموت وكنا دايما متخدرين من الأب والأم دول حاجة كده عايشين على طول ومش هيموتوا على فكرة بس لما تكبروا هتعرفوا أنه هم بركة وأنه هم حاجة حاولوا تشبعوا منها على قد ما تقدروا وحاولوا تدوها القدر المناسب من التقدير أنا ببقى في منتعى الحزن لما بلاقي حد بيهين أمه أو بيتكلمها بأسلوب مش كويس أنا عايز أقول له بكرة تفقدها لما تفقدها هتعرف قمتها لما تفقد بركة دوع هتفهم بكرة تبقى أب بكرة تبقى أمه هتعرف أنه كل الغلاسة وتقل الدم اللي انت شايفة من أمك ده ما هو إلا حب وحتى وإن كان غلط في بعض الأحيان وحتى وإن كان في بعض الأحيان دم متقيل إنما والله ما في من وراء غير الحب ارضوا ربنا في أمهاتكم وأهليكم وأبهاتكم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك وسيطر سرعة السلام وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرا راعوا فيهم ربنا بكرة تبقوا مكانهم أبهات وأمهات دا اللي ما تجاوزوا ما خلفش وتفهموا هذا العناء الشديد يمكن المرأة في نظر حضراتكم أو في نظر الشباب اللي مش ناضج الشباب اللي محتاج لسه حد يعلمه فيه شباب اللي لسه يتزغنن كده تحسوا ما هو يشاف المرأة دي اللي ايه يعني أحد بطع الحياة اللي هو يعني هتبقى بالنسبة له تدلع وتطبخه وتبتاعه هتغسله مش فاهم يعني إيه مرأة انظر لأي أم وافهم يعني إيه مرأة افهم يعني إيه تصحى الساعة خمسة الفجر تجاه السندوتشاب وتصلي الفجر وتصحي فلان وتذكره لما يرجع والمضاد الحيوي ومين عنده تمرين والأم بتشتغل سواقة وبتشتغل مدربة وبتشتغل مدرسة وبتشتغل بتنظف وبتيجي حضرتك آخر اليوم كمان تتنك عليها وقول بقى يعني أنت يعني أنا جاي المفروض بقى لقي البيت نديف الأم دي مش هتعرفوا إيه متى الأم جربوا تخلوا أم تختفي من البيت تقول إن أنا مسافرة يومين وروني أجدعش أنا في الرجالة وأنا واحد بينكو إزاي يقدر يمشي بيت فيه أطفال لمدة 24 ساعة الأم دي دينامو البيت الأم دي يعني البروسيسور بتاع حياة الرجل زوجها وولادها ويمكن أبوها وأمها وأخواتها وهي عندها خدر ناتب أمال تتسكي حاجة كده تقدر تخلص سبع تمن تسع مهمات في وقت واحد وما بتشتكيش مكانة لا تشتكي وتيجي حضرتك يا رجل كمان تتنك عليها ومش عاجبك وتقول إنها تفهى وتقول إن اهتماماتها غريبة لا 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 هي يا دي كائن يقدر يقوم بأضعاف أضعاف اللي أنت تقدر تقوم به يمكن هي لها سيستم تاني مختلف عنك محدش علمك يعني مرأة وهي محدش علمها يعني رجل ويمكن ده سبب مشاكل كتيرة جدا ووصلتنا النسب بنسمع عن 45% طلاق وبنسمع عن كوارث في المجتمع النهاردة وكلنا بنشوف ارجعوا تاني بوسوا إيد أهليكم ورسهم وشبعوا منهم وخدوا من بركتهم وخدوا من دعاهم على قد ما تقدروا اللي أمه عايشة يوطي تحت رجلها يبوسها ويدعي لها بالصحة وبالعافية واللي أمه فقدها يدعي لها ويقول لها ربنا أرحمك يا أمي أعزائينا ومشاهدين زي ما تعودنا محضراتكم أن نستمتع بأغنية حلوة ونرجع لكم مرة تانية تابعونا